أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارق الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والهياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو الأزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجئ البصر هل ترى من ثم رجئ البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابية وجعلناها رجوما للشياطين وأأتدنا لهم أذاب السعير وللذين كفروا بربهم أذاب جهنم وبئس المسير إذا ألقوا فيها سمئوا لها شهيقا وهي تفور تقال تميز من الغيس كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أسهاب السعير فاقترفوا بذنبهم فسحقا لأسهاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه أليم بذات السدور ألا يألم من خلق وهو اللتي في الخبير والذي جاء للكم الأرض ذلولا فمسوا في مناكبها وقلوا من رسكه وإليه النسور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تبور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم هاسبا فستألمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير بوقهم صفات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بسير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسغ رسكه بل لجوا في أطو ونفور أفمن يمسي مكبا على وجهه أهداء أمن يمسي سويا على سراط مستقيم كُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْءَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَسْكُرُونَ كُلْ هُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرَدِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَأْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِكِينَ كُلْ إِنَّمَا الْإِلْمُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ جُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّؤُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَقَنْيَا اللَّهُ وَمَنْ مَأْيَا أَوْرَهِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ أَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّأْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَأَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا وَسَتَأْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي دُلَالٍ مُّدِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْبَهَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ